الله عز وجل بعض القضاء المرتشين الآن في الآن احنا نشوف مثلا هناك قضاء نزيهون القاضي النزيه يحكم حسب الشرع لكن هناك قاض مرتشي ماذا يفعل هذا القاضي المرتشي هذا اذا سلطة مستبدة تشير له يحكم بصالحها ويحكم بصالح من تشير له حتى اذا كان باطل واذا اكو رشوة يقبض الرشوة او الرشوة ويحكم بصالح المرتشي او حالات نفسية ما يعجب هذا الشخص عدو معه عنده مشكلة وياه يحكم بضرره وذاك صاحبة صديقة قريبة يعجبه امره يحكم بصالحه ولا تكن للخائنين خصمة لا تدافع عن الخائن هذه مسألة مهمة مثلا عندنا الآن تنتشر مهنة المحامات المحامي تروح بالمحكمة تشوف المدعي له محامي والمنكر له محامي اذا في تداعي هذا الى محامي ذاك الى محامي وفي بعض الدول القانون لا يسمح الا بوجود محام لكل الطرفين زين انت المحامي اللي اخذت قضية تريد تدافع عنها لازم انت تشوف هذه القضية قضية حق واللي انت صاير محامي عنه هو المحق مو مشكلة تدافع عنه واقبض اجور المحامات لا بأس بذلك انت تدافع عن حق تراه حقه لكن احيانا يشوف ان هذا صاحبه مبطل كلامه باطل بس لان فلوس بيها يجي يدافع عن هذا المبطل ويحاول انه يستعمل جميع الاساليب الملتوية وغير الملتوية اي مادة قانونية يريد يجيبها حتى يحكم القاضي بصالح موكله هذا لا يجوز اذا موكلك مبطل لا يجوز لك ان تدافع عنه وانت تعلم بانه مبطل ولا تكن للخائنين خصيمه هذا خائن لو كان امين ما كان يرفع دعوة ضد صاحب الحق او اذا صاحب الحق رفع دعوة عنه يستسلم للحق الانسان لازم يستسلم للحق حتى لو كان مر اذا ما يستسلم للحق فهو خائن لله ولرسوله وللأمانة فلذلك الانسان اولا يشوف انه اذا هو محق يرى نفسه محقا لا بأس يروح يشتكي والمحامي اذا شاف هذا الشخص محق يدافع عنه اما يشوف مبطل لا يجوز له ايه يدافع عنه ما يدري انه محق لو مبطل هم ما يجوز له ان يدافع عنه انت شلون تدافع عن واحد ما تدري ان هذا صاحب حق لو صاحب باطل شلون ترفع قضية لا تعلم انها قضية حق او قضية باطل